تحت في مملكة البحرين يوم غاد الجمعة الموافقة الرابع عشر من يناير بيوم الدبلوماسية البحرينية حيث يشكل الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة وطنية غالية تجدد من خلالها مملكة البحرين فخرها بسجلها العريق في إقامة العلاقات الدولية وذلك على أساس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي كنهج ثابت في سياستها الخارجية ومن منطلق اعتزازنا بما تحققه الدبلوماسية البحرينية وتقديرا للجهود البارزة لكوادرها برجالها ونسائها نعلن بهذه المناسبة عن تخصيص الرابع عشر من يناير من كل عام ليكون يوما خاصا للسلك الدبلوماسي عهد زاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في دعم مبادئ الدبلوماسية البحرينية المتسمة بالاتزان والسياسة المرينة والحاسمة إيمانا منه أيده الله في أن الدبلوماسية أداة للتواصل وتقريب وجهات النظر وعكس صورة مملكة البحرين لدول العالم كبلد فاعل في المنظومة الدولية شهد العهد الزاهر لجالات الملك المفدى أيده الله العديد من الأحداث والتحديات التي فرضت فيها البحرين اسمها إقليميا ودوليا فبفضل النهج الدبلوماسي استطاعت البحرين في إطار الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشرعية وقواتها الناعمة المتمثلة في الإعلام الوطني والثقافة والمجتمع المدني أن تقدم للعالم أجمع نموذجا رائدا في ترسيخ السلام وتوطيد أواصل الأخوة الخليجية والعمل العربي المشترك وتضامن الإسلامي وخدمة الإنسانية ويمثل افتتاح السفارات المتبادل وتعين السفراء المثلي الدول بالإضافة إلى الاتفاقيات المشتركة التي تشهد وطيرة متصاعدة سنة تلو الأخرى إدالة على نجاح الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تحقيق التواصل والتقارب لما فيه مصلحة كافة الأطراف لا يستغرب أن الدبلوماسية البحرينية وصلت إلى هذا المستوى المشرف في العهد الزاهر لعهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه فمنظومة العمل الدبلوماسي تأسست في إطار مؤسسي منظم منذ بداية سبعينيات القرن العشرين من خلال إنشاء دائرة الشؤون الخارجية عام 1969 واستكمال تأسيس وزارة الخارجية عام 1971 وما ترتب عليها من مسؤوليات في تأسيخ قيام التسامح والتعايش بين الشعوب والثقافة والأديان وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر